وفيما يتعلق بأسعار السلع ومعارض أهل المدارس قال مدبولي أنه وجه بوجود مقارات دائمة على مدار العام لمعارض أهل رمضان وأهل المدارس لتقديم خدمات بأسعار مخفضة للمواطنين وأكد مدبولي حرص الحكومة على عقد أكثر من اجتماع لمتابعة الرقابة على الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية فيما يخص السلع ويمكن احنا على طول بعمل اجتماع لجنة ضبط الأسعار وبتابع الأسعار وإن شاء الله طبعاً حيبقى فيه معرض أهلاً بالمدارس وموسم المدارس وكل سنة وحضراتكم طيبين ولكن الأهم أنا وجهت معالي وزيرة التنمية المحلية ومعالي وزيرة التموين أن يبقى مقارات هذه المعارض تبقى مقارات دائمة يعني هناك معارض دائمة على مدار السنة للمواطنين على مستوى المحافظات كلها بتتغير معنوان المعرض ولكن يبقى مقر موجود دائم ويفضل هذا المعرض يقدم خدمات وسلع مخفضة للمواطنين إن شاء الله عشان يبقى جزء من إتاحة منافس ليهم بأسعار مخفضة في خلال الفترة اللي جاية بإذن الله